وللوقوف على ما ورد في إفادة المبعوثة الأممية في العراق جينيني بلاس خارت حول الوضع في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والبحث السياسي حسين السبعو أهلنا بك سيد حسين يعني بداية ممثلة الأمم المتحدة في العراق حذرت من اتساع رقعة الفقر في البلاد هذا التحذير برأيك إلى أي مدى يظهر حقيقة سياسات الحكومة التي أوصلت العراق بلدا يسبح على بركم النفط أوصلته لكي يعاني أهله الجوع يعني أولا هو سبب الفقر في العراق أكيد هو الفساد لأن العراق خيراته كثيرة موارد المالية كثيرة لكن بلاس خارت تأخرت في هذا التقرير لو لم يصدر البنك الدولي تقريره لما تكلمت بلاس خارت على أن حالة الفقر تشرت في العراق قبل شهر أن حالة الفقر في العراق بدأت تتسأ والبطالة نسبة ثلاثين بالمئة وهذا التقارير بشرت قبل أن تنشرها بلاس خارت فبلاس خارت يعني عندما تكلمت وحادت بدلس الأمن بها بعد إحراجها من قبل مؤسسات دولية أخرى المعلومة أنه بلاس خارت هي داعمة للوضع السياسي في العراق داعمة للفاسدين داعمة للقتلاء والميليشيات هي ضد المهجرين والنازحين وهؤلاء الفقراء بلاس خارت أيضا حذرت سيد حسين بالتزامن مع تقرير منظمة الأغذية العالمية من نقص الغذاء الذي صدر أمس حذرت من أزمة جفاف حادة لماذا لا تطالب الحكومة في بغداد بحقوقها التاريخية من المياه من إيران التي تنهب حصص العراق المائية هو هذا التقارير نقوله دور بلاس خارت يعني بلاس خارت عندما تذهب إلى إيران لغير التشكيل حكومة عراقية من باب أولى أن تذهب إلى إيران أو تحيط مدلس الأمن باعتداءات إيران على العراق يعني قضية الجفاف في مناطق الوسط والجنوب والرافض التي تدخل إلى العراق الرافض المائية تدخل إلى العراق قطعتها إيران إيران تتصرف بهذه الطريقة وهي تدرك أنه لا عقوب عليها ولا أحد يغمب عليها لا منقبل مستمع دولي ولا دول إقليمية والعراق كأنه تابعا لها وبالتالي هي تتصرف بهذه الأنجهية نتيجة وعف المستمع الدولي تجاه إيران أو بالتواطع المستمع الدولي مع إيران وخاصة الولايات المتحدة مثلة الأمم المتحدة تحدثت كذلك عن ظروف قاسية وربما عقاب جماعي يتعرض له النازحون السؤال هنا لماذا لم تبادر الحكومة لإنهاء معاناتهم لسيما أولئك الأطفال الموجودين في مخيم الهول يعني هي أول أن كان كلامها في هذه القضية ودس السنف العسل تكلمت على أنه العوائل مع بعض المقاتلين من داعش قد هاجروا هذا كلام يعني افتراء وكذب قبل ثلاثة أيام كان تقرير لمصدر آفاد حول هذه العوائل ومعاناتها في سوريا وعلى حدود تركيا والسوريا أن العوائل خرجت هي عوائل مدنية خرجت أثناء العمليات العسكرية في الموصل في إشارة تقريرها أن هذه العوائل لماذا لأطفال تحملوا المسؤولية آبائهم وكانهم آبائهم متهمين هذا الكلام لم يتخلص الشعب العراقي من هذه الازدواجية التي تصدرها ممثلة الأمم المتحدة هي كانت أيضا اتهام مبطل لهؤلاء النازحين هؤلاء النازحين هم ناس مدنيين أبرياء خرجوا نتيجة المعارك وحوصوا في هذه المناطق فمنهم من ذهب إلى مخيم الهول ومنهم من على حدود الشرقية من سوريا القصد في الجنوب السوري نعم لسؤول الأخير سيد إحسين يعني في المجمل إلى أي مدى ترى تبدلا في خطاب بلاس خرطة التي طالما كان خطابها أبعد عن الواقع والله ما زال خطابها أبعد عن الواقع ولا يوجد في خطابها شيء جديد يخدم الشعب العراقي هي خادمة للعملية السياسية وأقطابها في العراق وأحزابها هي لم تخدم الشعب العراقي وما زارت على طريقتها القديمة لم يتغير شيء من خطابها بدليل أنها لم تنقل معاناة الشعب العراقي عن المهجرين لم تتكلم عن المقابرة الجماعية عن المحتقلين على الانتهاكات داخل السجون العراقية ويقتل الناس الأبرياء كل هذا لم تتكلم عنه فلهذا التنفيذ لم تغير شيء من خطابها أطلاقا الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي كنت معنا عبر الهاتف من أسطنبول شكرا جزيلا لك